وقعت شؤون الجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد اتفاقية مستوى الخدمة بهدف تعزيز التعاون القائم بين الجانبين لتحسين تجربة العميل بهذه المناسبة أكد الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الحرصة على تقديم أفضل الحلول وتحقيق أنجح الممارسات الجمركية مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى توفير أحدث الخدمات من خلال تنظيم وسائل الاتصال وتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية لكافة الأطراف بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المقدم للعملاء عن طريق تسهيل الإجراءات الجمركية وتضمنت بنود الاتفاقية تعاون الطرفين في تقديم أفضل الخدمات المختلفة المنوطة بهما وفق أعلى معايير الجودة ومؤشرات الأداء لتسهيل حركة المسافرين والشحن والخدمات الأخرى المختلفة والتي يتم تقديمها وفق نطاق الاتفاقية ترجمة نانسي قنقر